قال حدثناه شيم قال علي بن زيد أخبرنا عن زرارة ابن أوفة عن مالك بن الحريث رجل منهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة ومن أعتقى امرأا مسلما كان فككه من النار يجزي بكل عضو منه عضوا منه من النار حتنا وكيع حدثنا سفيان عن علي بن زيدي بن جدعنا عن زرارة ابن أوفة عن عمر بن مالك أو مالك بن عمر وكذا قال سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ضم يتيما بين أبويه فله الجنة البتة